موسيقى أهلاً أحباناً ومشاهدين في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة هل شجع المسيح أتباعه على حمل السيف كما يعتقد البعض سندرس في هذه الحلقة النص الكتابي والآية التي يستخدمها غير المسيحيين للتحريف وتحوير الكلمات والسؤال هل فعلاً حرّض أو شجع المسيح أتباعه على حمل الصليب هذا ما نكتشف في هذه الحلقة وسنلقي الضوء على هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية القناة الحياة المسيحية وموضوع حلقتنا هو سؤال وجه إلينا عدة مرات ولكن للأسف وجه بطريقة اتهام وبطريقة لتشويه الحقائق فالسؤال هل شجع المسيح أتباعه على حمل السيف؟ وعادة هؤلاء المدعين يقتبسون آية من بشارة متى في الإنجيل المقدس الإصحاح العاشر وخليني بعد إذنكم أقرأ هذه الآية في آية 34 لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً فإن جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها طبعاً هذه الآية التي تستخدم وطبعاً ما زال غير المسيحيين يبحثون عن كلمة أو اصطلاح موجود في العهد الجديد حتى يستخرج الكلمة من النص الكتابي من صياق الحديث أو على خلاف الصياق وطبعاً كل المحاولات هو لتشويه كلام المسيح والسؤال لماذا؟ بكل بساطة لكي يخدعوا البسطاء الذين لا يقرؤون لكي يثبتوا أن المسيحية والإسلام متساوون في الدعوة إلى القتال طالما أن الإسلام يدعو إلى القتال فإذن حاولوا يجدوا آية بالعهد الجديد مجرد كلمة حتى يحطوها ويدعوا أن المسيح يدعو إلى حمل السيف وهذا يدل على شيء يدل على فساد هذا الشخص ولسيما الأشخاص المدعين أكيد بيقرأوا الكتاب المقدس وأكيد قرأوا كل الإصحاح ومجرد أنك تقرأ الإصحاح وتخرج هذه الآية من صياقها حتى تدافع عن دينك فهذا يعتبر فساد ولكي أريحك أنا ضد أي شخص سواء مسيحي أو مسلم بيستخدم أي كتاب حتى يطلع مجرد آية أو فكرة خارجة عن صياق حديثها فلازم المفروض يقرأ كل الصياق ويقرأ التفسير حول هذه الآية وبناء على التفسير وما تفكر أنت به أو ما أنا أفكر به فهذا يكون قانون التفسير قارنين الروحيات بالروحيات ولكن المسيح قال عبارة مهمة جدا من ثمارهم تعرفونهم فإذا كل شيء في حياة أي شخص هي الثمر فإذا عندي عدة أسئلة السؤال الأول هل حمل المسيح السيف؟ السؤال الثاني هل حمل أتباع المسيح السيف؟ ثم السؤال الثالث ماذا كانت ردة ردة فعل يسوع المسيح لبطرس عندما استخدم السيف؟ وماذا كانت ردة فعل المسيح في المحاكمة؟ كيف تصرف في المحاكمة؟ مع أنه يحاكم ظلما وشهود زور ومع كل هذا كيف تصرف يسوع المسيح؟ طبعا كل الحديث في الإصحاح العاشر هو سياق الحديث هو إرسال التلاميذ إلى المدن مدن إسرائيل في متى إصحاح عشرة وبتجد كمان نفس الآيات في لوقة إصحاح 12 وطبعا بيتكلم عن نوعية الإرسالية وهذه الإرسالية هي بكل بساطة أرسلهم ليكرزوا ببشارة الملكوت أن الملكوت قد اقترب وهذه البشارة لكي يشفوا المرضى أو يشفوا الناس من الأمراض وهذه الإرسالية هي إخراج الشياطين والتحرير من الأرواح النجسة فهل هذه الآيات تعتمد على السيف؟ ثم إرساليتهم كانت محددة مهدفة فقط هذه الإرسالية بحسب إنجيل متى إصحاح عشرة كانت هذه الإرسالية فقط لخراف أو لبيت إسرائيل الضالة فإذا أن أفضل جواب ممكن أن نجيب عليه هو أن نقرأ الكتاب أو سياق الحديث كما هو وإذا عندك نسخة من العهد الجديد أنا بشجعك وإذا أنت باحث من كل قلبك سواء مسلم أو مسيحي إذا عندك كتاب مقدس من فضلك جيب الكتاب افتح على إنجيل متى إصحاح عشرة وأنا متأكد بعد قراءة هذا الإصحاح ستكتشف لنفسك ومن نفسك ماذا يتحدث هذا الموضوع أو عن ماذا يتكلم الإصحاح العاشر وإذا رجعت تستخدم نفس نص الآية للهجوم هذا يعتبر أنك شخص فاسد ولا تبحث عن الحق ولكن تبحث عن الدينونة لنفسك إذ رفضت المسيح وهذا واضح من هذا الإصحاح فإذا اسمحوا لي أن أقرأ من بشارة متى الإصحاح العاشر وأنا بقرأ رح أوضح بعد بعض التعبيرات إصحاح عشرة خلينا نبتدي من الآية الأولى الآية الأولى ثم دعا تلميذه الإثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف وعلى طول من آية اثنين لآية أربعة بيتكلم عن أسماء التلميذ ثم ننتقل إلى آية خمسة هؤلاء الإثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وهن بهذا التوقيت الخاص المسيح يوجه هذه الدعوة للتلميذ أن يذهبوا إلى مدن وقرأ اليهود ليس إلى مدن السامريين أو إلى الأمم مع أنهم طبعا في برنامج يسوع المسيح لماذا يبتدئ في خراف إسرائيل الضالة؟ لأن المسيح قال عن نفسه أن الطبيب جاء ليشفي الضعفاء والسقماء وليس الأقوية فإذن هذه كانت إرساليته والشعب كان يتطلع إلى مجيء المسيح وطبعا كان يتطلع إلى هذا المسيح لأنهم عندهم النبوات عندهم الاشتراع يعني عندهم النموس والشريعة عندهم العهود وعندهم الإختتان وعندهم كل المواصفات يعني من شرائع وتقوس اللي بيتكلم عنها العهد القديم فشيء طبيعي وبديهي كان لازم يجي إلى خراف إسرائيل الضالة ولاحظ مش المتدينين ولا رجال الدين الذين كانوا كان عندهم كبرياء والرياء وأوراق تين من الخارج ولكنها بدون ثمر ولكن فيه بالشعب كثير خراف ضالة خراف إسرائيل الضالة وحتى أيضاً في إنجيل يحنى قال لي خراف أخر بيتكلم عن الأمم ينبغي أن آتي بتلك أيضاً وتكون رعية مع راع واحد فإذن في هذه الفترة الزمنية المحددة التاريخية طلب من التلميذ أن يروحوا لمدن ولقرى اليهود ويكون التركيز الخدم بين خراف إسرائيل الضالة ثم الكتاب يقول إلى خاصته جاء وأما خاصته فلم تقبله أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وطبعاً تستطيع أن تستشف من خلال العهد الجديد أن المسيح راح إلى قرى السامريين وتعامل مع المرأة السامرية وآمنت بلدتها وفي مرة إحدى قرى السامريين رفضوا يسوع المسيح فأراد يحنى ويعقوب أن ينزلاء نار لتحرق هؤلاء السامريين ولكن المسيح رفض قال لستما تعلماني من أي روح أنتما هذه ليست رسالة المسيح ليست إرسالية المسيح وليست روح المسيح فالمسيح جاء ليخلص ويطلب ما قد هلك ثم أحبائي بكمل ويقول وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات الملكوت الجديد بتمليك وتتويج المسيح رب وملك على الحياة يسوع المسيح الملك وإنجيل متى بركز على يسوع المسيح الملك ابن داود اللي تمت فيه نبوات العهد القديم قال اقترب ملكوت السموات ما هو هذا الملكوت اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجانا أخدتم مجانا أعطوا فالسؤال هل ما يوحي هل يوجد ما يوحي في هذه الآيات أي فكرة عن حمل السيف أم صنع الخير والرحم والشفاء والتحرير ثم يقول المسيح مجانا أخدتم مجانا أعطوا لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقهم فنرى أن التلميذ بالعكس باعوا كل شيء لم يطمعوا في أي شيء لم يطمعوا بالسبايا لم يطمعوا بالنساء لم يطمعوا بالخيل لم يطمعوا بالأرباح بالأموال أو الممتلكات لم يستخدموا العنف لم يستخدموا السيف بل بالعكس طلب منهم أن لا يحملوا شيئا اعتمادهم الكل على الرب على الخالق على صانع السماء والأرض إلى هنا هل يوجد أي شيء ما يدعو إلى العنف أو حمل السيف ترى على النقيد في هذا الموضوع ثم يقول ولا مزودا للطريق ولا حتى ثوبين ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصى لأن الفاعل مستحق طعامهم ثم يواصل وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا فيها مستحق من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا بيعطيهم التعليم لما يروحوا لمدينة وحين تدخلون البيت سلموا عليه السلام عليكم أو سلام لكم كما علمنا يسوع المسيح التحية اليهودية شلوم عليكم السلام عليكم فإن كان البيت لاحظ مستحقا فليأتي سلامكم عليه ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة لاحظ الكلام وانفضوا غبار أرجلكم لا نرى دعوة بالتشتيت ولا دعوة باللعنة على هذه المدينة ولا أنهم كفروا أو إلى آخره كل ما هناك أن يستخدموا العادات اليهودية ألا وهو نفض الغبار من الأرجل وهذه ممارسة يهودية كان بمرسوها اليهود عندما يمرون في طريق الأمم أو يدخلوا في إحدى القرى أو مدن الأمم عندما يخرجوا من المدينة كانوا ينفضوا الغبار وكأنه مش عاوزين يتنجسوا حتى بغبار هذه المدينة طبعا كان الاستعمال خاطئ لأنه كان يعني فكرهم عن الأمم فكرة اصدراء فكرة احتقار فكرة فكرة الدونية أو الأقل من الشعب اليهودي اللي كان يعتبر نفسه طبعا أنه هو شعب مختار وعلى فكرة حدث في العهد الجديد عندما طردوا أعتقد بولوس وبرنابة نعم بولوس وبرنابة من أنطاكيا بسيديا هاي في تركيا غير أنطاكيا سوريا أنطاكيا بسيديا فلما خرجوا بولوس وبرنابة عملوا نفس الشيء نفضوا من الغبار يعني كأنه بيقولوا دمكم على رؤوسكم إحنا خبرناكم برسالة الخلاص وأنا الآن لا أحمل ذنبكم أنتم تحملون ذنبكم وأنا بريء من هذا الذنب طبعا بحسب نبوة حسقيال إن لم تخبر يموت بذنبه أما دمه فمن يدك أطلبه وكأنه إعلان مجازي يقول أنا بشرت أنا كلمت فأنا بريء من هذه المدينة فأنفض غبار رجلية أو كما يستخدم أحيانا كما استخدم بيلاطوس غسل يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار وكأنه يعلن مع أنه حكم على يسوع البار يعني مش أنا اللي حكمت أنت اللي حكمت أنا فعلت ما أنتم تريدون فطبعا كان تعبير عن الرفض رفض لرسالة المسيح فينفض غبار الأرجل الحق أقول لكم هذا من بعد ما إنك وعزت وكرست في هذه المدينة سيكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة واو شو صار مع سدوم وعمورة الرب أمطر نار وكبريت وفجر يا نبي عبر كين نار ولاظا يعني اللهب كله كان ودمر المدينة فتخيل اللي بيرفض رسالة المسيح يوما ما هذه المدينة أو هذا الفرد سيواجه دينونة مخيفة مريعة أصعب من دينونة سدوم وعمورة أو ليس عجبا أن أكثر قواته صنع المسيح في المدن اللي حول بحير الطبرية ألم يقل يسوع المسيح ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدة ويل لك يا كفر نحوم لو صنعت القوات في سدوم وعمورة قديما لتبتا بالمسح والرماد فطبعا بيتكلم عن دينونة أعظم عن الذي يسمع ولا يؤمن بل يرفض رسالة يسوع المسيح فإذا هون بيتكلم عن قرار بيتكلم عن اختيار إما تختار المسيح الملك وتتوجه ملكا على الحياة والكيان أو ترفضه ولابد أن تواجه الدينونة عند مجيئه ثانية ثم لاحظ الكلام في آية 16 يقول الرب يسوع المسيح ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام فالسؤال هل هذه الآية فيها أي دعوة لحمل السيف ألم يقل الكتاب أرسلكم كغنم فهل الغنم يعني يستطيع أن يتغلب على الذئب المفترس الكاسر فيقول كونوا حكماء يعني تصرف بحكم وكونوا أيضا بسطاء كالحمام والحمام بيتميز بالوداعة ويتميز الحمام طبعا رمز للسلام ورمز أيضا للروح القدس فهل يوجد أي دليل في هذه الآيات تدعو أو يدعو المسيح إلى حمل السيف طبعا أنا في سبب كل شوي بسأل هذا السؤال حتى نصل للآية اللي هي بيت القصيد ولكن انتبه معي من آية 17 ولكن احذروا ولكن احذروا من الناس ليه واحد لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس اتنين وفي مجامعهم يجلدونكم هل في حمل سيف هون رح يسلموكم ورح يجلدوكم وتصاقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم شهادة آسف شهادة من أجل شهادة لهم وللأمم وللأمم فما تأسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به بحسب بشارة أخرى بلوق لأن روح القدوس الروح القدس روح أبيكم هو المتكلم فيكم يعني الروح القدس هو اللي رح يعطيك الكلمات المناسبة عندما تسلم إلى المحاكم وهل هذا يحدث في هذه الأيام نعم أحبائي ما زال يحدث حتى يومنا هذا لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم لاحظ شيء آخر نمرة خمسة وسيسلم ارجع لهاي الآية مهمة جدا وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلوهم لاحظ الأولاد سيقوم على الوالدين ويقتلوهم لأن الوالد آمن بالمسيح والولد ما زال وثني أو يعبد ديانات وثنية غير المسيح وتكونون مبغضين نمرة ستة تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمه ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص أعزائي لما بيتكلم عن ستة أمور شو بيحدث مع المؤمن اللي بروح يتكلم بكلمة الله في هذه المدن لاحظ شو اللي بيصير يعني مثل ما ذكرت مرة أخرى يسلمونكم إلى مجالس يجلدونكم تقفون أمام ملوك وولا شهادة يعني شهادة بيشهد وبيستشهد من أجل المسيح فمتى أسلموكم لا تهتموا لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم ثم يسلم الأخ أخاه إلى الموت لاحظ يسلم الأخ أخاه إلى الموت يعني في فترة الرمان كان في حتمية أنه الإنسان يموت فالأخ يفسد على أخوه والأب يفسد على ولده والأولاد بسبب العنف يقوموا على الوالدين ويقتلوهم وتكونون مبغضين هاي نمرة ستة من الجميع ليه مش لأي سبب من أجل اسم يسوع المسيح أبغضوني بلا سبب أبغضوني سيبغضونكم لأنه مكتوب أبغضوني بلا سبب ولكن المسيح يقول والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص يعني المؤمن رح يمر في ديقات في تجارب متنوعة رح يمر في اضطهادات رح يمر في أنواع من الديقات والقتل والحبس والسجن بسبب إيمانه ولكن الذي يصبر هذا هو يخلص لاحظ الكلام ومتى تردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى ما تكلمشون دافع عن نفسك وأدرب بالسيف فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان وليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده إن كانوا قد فعلوا أو إن كانوا لاحظ الكلام مش بس فعلوا إن كانوا قد لقبوا رب البيت أي يسوع المسيح بعل زبول فكم بالحري أهل بيته اللي هو يعني بيت الله المؤمنين جسد المسيح فلاحظ هذه واحدة من أصعب الاتهامات أصعب التهم ضد يسوع المسيح قالوا عن يسوع المسيح أنه ببعل زبول برئيس الشياطين يخرج الشياطين ولكن المسيح فضحهم هل في مملكة تنقسم على ذاتها مملكة منقسمة على ذاتها لا تقوم فإذن بقول هون إن فعلوا برب البيت يعني أو لقبوا بعل زبول على فكرة بعل زبول بعل زبول يعني بعل أو رب الزبالة رب الزبالة وهذا التنقيح لكلمة في العهد القديم اللي اليهود كانوا بيستخدموها عن آلهة الفلسطينيين القدماء اللي هو إله عقرون بعل زبوب زبوب أو ذبابة يعني بعل أو رب الزبابة فرئيس الشياطين كانوا بيتمسخروا عليه إنه رب الزباب وهذا رب الزباب هو حقيقة كان إله عقرون أحد آلهة الفلسطينيين مثل دجون مثلا فحتى ملك إسرائيل الملك أخزية الملك أخزية انخدع وطلب من الرسل أن يروحوا يسألوا العرفين للأسف يطلبوا إله بعل زبوب ملوك الثاني ملوك الثاني الإصحاح الأول ممكن ترجع لهذا الإصحاح فطبعا النبي إلي لاقى الرسل وأعطى رسالة شديدة أنه نفس الفراش اللي أنت أرسلت الرسل راح تموت عليه لأنه لم يطلب إله إسرائيل يعني المقصود إله العهد إله الشخص يهوى أو إله الأحياء إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإذن راح طلب آلهة الشياطين يعني طلب من الشياطين إله عقرون هو إله الشياطين حتى يسأل عن الشفاء وطبعا النتيجة هذا الملك طلب من إلي أن يشوفه من بعد ما أرسل رؤساء خمسين ونزلت نار وحرقتهم راح شافه وكمل نفس النبوة قال له سرير التخت الإنت نايم عليه مش راح تقوم منه لأنه هاي الآلهة آلهة شياطين آلهة كاذبة مش الإله الحي كما هو إله الكتاب المقدس فتخيل أنه رب يسوع بقول في هاي الكلمات فكم بالحري بيته يعني أنت وأنا إذ كانوا قد لقبوا رب البيت بعلى زبول وعلى فكرة رب يسوع كمان قال شيء مهم جدا في هذا الصدد لأنه الدعو أنه قوات المسيح أنه كانت بقوة الشياطين كانت تعتبر خطية التجديف على الروح القدس والتجديف على الروح القدس هي الخطية التي لا تغتفر الخطية التي لا تغتفر لأنه لأنه شاف وسمع رأى واختبر ولكن فقد الحس يعني صار كالس صار يعني جلد يابس جدا ميت يعني بالعرب ميت ما عندهش أي استعاب أي تبكيت أي ضمير أي روح قدس أنه حتى يبكته فوصل إلى حالة الفساد والرب أسلمه إلى ظهن مرفوض هذه الخطية التي لا تغتفر كون أن المسيح يعبر عن هذه الآيات يقولها للتلاميذ هل يوجد أي شيء حتى ولو طرف بدل استخدام العنف أو استخدام السيف بكمل يقول أحبائي هؤلاء اللي بيتصرفوا بهاي الطرق فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم إلا ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح بكمل ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم هل يوجد ما يدل على أي شيء أن المسيح بحرد على العنف قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وأنتم تكرزون وصار فيه انقسام في العيلة رح يستخدم العنف ضدك والقتل ضدك لأن هذه هي رسالة الضعفاء والإله الضعيف بس على كل حال لا تخافش من الذي يقتل الجسد لكن خاف من الذي له سلطان أن يهلك النفس والجسد بوث كليهما في جهنم بكمل أليس عصفوران يبعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى يعني مرقمة فلا تخافوا أنتم أفضل من عصفير كثيرة ثم يواصل قائلا فكل من كل من يعترف به قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السموات ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السموات لا يوجد لا من قريب ولا من بعيد أي دليل بعبر عن العنف بل بالعكس تلميذ المسيح بينما يذهبون ليصنعوا الخير شفاء المرضى وتحرير الناس من الأرواح النجسة ومن اللعنات ومن الضربات رح يواجهوا الكرهية رح يواجهوا العداء رح يسلموهم إلى مجامع رح يجلدوهم رح يسلم الأخ أخاه رح الأب يفسد على ابنه رح الولد يقتل أبوه وهكذا أو كما يقول في يحنة 16 الآية الأولى والتنين كأنهم يقدمون خدمة لله يعني عم بيقتلوكوا بفكروا أنه عم بيقدموا خدمة لله بكمل يعني هنا بيجي سياق الحديث بعد ما سمعنا كل الآيات اسمع ما يقول يسوع لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا في سياق الحديث اللي كله قرأنا هل يوجد أي دليل على سيف أو عنف بالطبع لا فإني جئت لحظ الكلام جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكن ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته لاحظ الكلام من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني ومن وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأسماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره فالسؤال في ختام هذه القراءة هل يوجد من قريب أو من بعيد ما يدعو إلى حمل السيف الرجاء أن تجيب يعني اتصل معنا أو تواصل معنا على السوشال ميديا لأنه بحب أسمع أفكارك لأنه إذا عندك أي فكر آخر بحب إنه نتكلم مع بعض سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا قبل ما أواصل حديثي خلوني أخذ مكالمة معنا الأخ جون من البحرين أهلاً وسهلاً أخ جون اتي معنا على الهواء السلام المسيح هنا أهلاً وسهلاً أنا سعيد كثير بالتواصل معك من فترة ممكن ترفع صوتك شوي من فضلك أنا سعيد كثير بالتواصل معك من فترة طويلة ما توصلت أهلاً وسهلاً أخ جون شكراً كتير في الواقع أنا حبيت أنوه لموضوع اليوم قرأت آية في متى 16 أصحاح متى 16 عدد 14 فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي هنا يعني بنشوف أنه الرب يعني ماعطي مساحة كبيرة للغفران وللتذكير بأنه يعني ما في يعني بنفس ما تقول بخطوط الرجعة فكتير ما في يعني بنشوف إحنا في الإسلام أنه هناك ما في خطوط رجعة أو ما في خطوط للتوبة زي ما بيحكوا وحبيت أنوه بالنسبة للآية معنى السيف هو شيء جئت لألقي سيفاً أو يعني هو بمعنى رمزي بيكون بيتجسد بأنه جئت لألقي شيء من الحق يعني أو من الفصل أو التفرغة بين الأمور صحيح صحيح أخي جون ألو أيوانا سامعك فعلاً هو السيف يفصل يفرغ بين الأمور بتصدق أبونا فما كان معناه يعني بشكل حرفي أنه هو سيف وزي ما تفضلت أنت ما كان في السياق اللي قبل يعني أنه جاي في سياق حرب أو تحريض زي ما الآية الموجودة في القرآن بتقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ونبي زي يؤمر أنه يفتعل تحريض وكذا فالمعنى كان هنا رمزي لتفصيل لتفصيل يعني جئت لألقي حقاً وأخذت بالسيف لأنه السيف يعني رمزية للفصل أو للقطعية أو للبت في الأمور مزبوط مزبوط يعني فعلاً كلامك صحيح يا أخ جون كلامك صحيح أخ جون أنت لما أمنت هل وجهت هذا السيف طبعاً لا أنا أمنت بالرب يسوع بحكم أني أنا شعرت بشعور من الرحمة اللي لليم أكون لأجده في الإسلام يعني بصراحة وأنا تركت الإسلام بسبب أنه دين يعني يعتبر يحرض على الإرهاب أو العنف أو السادية فيه بس المسيح يعني السيد المسيح ربنا يسوع المسيح لم يؤمر يعني كان يعني جاي ليبلغ رسالة ولا ولا أي حدا من الرسل رخض حرب أو يعني رفع سيف على حدا عشان يؤمن وحضرتك قلت في الإصحاح لأبل لما الرب يسوع يعني كان باتجه إلى أنه يعني سيسلمه يهودا فأمر بطرس قال له أعد سيفك إلى غمده إلى غمده كل من يأخذه السيف به يهلك فالرب يسوع هنا كمان يعني بواجه يعلم مصيره حتى في هذه يعني في أصعب المواقف لم يؤمر يعني أتباعه باستخدام السيف هو صحيح هو جاي كمان هنا يعني نشوف الكتاب القدس بيأكد نبوءه في العهد القديم عن ملك إسرائيل بس كمان في هذه اللحظة ما طلب منه أنه يعني يستخدم السيف أو العنف أيها وكمان هنا أنا بدأت بالإصحاح اللي هو اللي في متة وطلب منهم الغفران ويعني لما طلب من الناس أنها تغفر فلا يمكن أنه شخص جاي مثلا ليلقي سيف أنه يعني بيطلب الغفران المشكلة ضاع مني النص بس الفكرة أنه هو بيؤمر بالناس بالغفران وبالمسامحة وهذا شيء لا يحظى بي شخص حامل سيف يعني حامل سيف جاي اللي يقتل ما هو لأ فكيف نحن نشوف أنه هذا الألصاق في الرب يسوع شكرا كتير أبونا أهلين أهلين شكرا لإلك حبيبي ربنا يباركك ربنا يباركك أخ جون من البحرين ربنا يباركك حبيبي شكرا طبعا يعني نستشف من هذه الإرسالية في إصحاح عشرة أنه المسيح أرسل الاثنى عشر لمدن إسرائيل حتى يكرزوا ببشارة الملكوت أنه هذا الملكوت قد اقترب وعطاهم السلطان أنه يشفوا المرضى يخرجوا الأرواح الشريرة يطهروا البورس وطبعا يقيموا موتنا وفعلا خرجوا هذه كانت رسالتهم ردت الفعل في هذه الرسالة من يقبلكم يقبلني والشخص الذي يرفض أو إذا المدينة رفضت يعني أنفض غبار رجليك لأنه دمها عليها يعني ما أنك أنت خبرت وخلاص أنت غير غير مسؤول وهنا بيتكلم على النقيد كليا كيف ترجمت هذه الآية ونشروها أنه المسيح بعلم عن السيف يعني بالعكس تماما هنا يتكلم عن التكاليف الباهزة اللي بيتبع يسوع المسيح والمسيح لم يعد طريق مفروش بالورود والمسيح كان عنده أماني مطلقة وهو الذي قال إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه وطبعا من أضاع نفسه من أجل ومن أجل الإنجيل يجدها فمنشوف أنه كثير ناس خسرت أمور وفقدت أشياء كثير واستشهدت وماتت بسبب هذه التكلفة الغالية الثمينة فالثمن أحبائي باهز جدا لتبعية المسيح والمسيح تكلم بكل وضوح أن أعداء الإنسان أهل بيته وعلى فكرة هذه الآيات اللي تكلم فيها يسوع المسيح هو كلام معروف للسامعيه يعني دائما لازم نفسر النص بحسب كيف بيفهموه المعاصرين اليهود اللي كانوا بيسمعوه فلي بيسمعوه هم اللي بيحكموه شو معنى الكلام فبالنسبة لليهود موجودة بآيب العهد القديم وموجودة في كتابات التلمود اليهودي وفي أقوال الحخمات والربيين اليهود عن نفس الكلمة أعداء الإنسان أهل بيته وبحسب أقوال الربيين يقولون أنه سيأتي ما يسمى يوم الرب يوم الرب يحكي عنه الكتاب المقدس عندما يحضر المسيح ورباي آخر يقول عندما يأتي ابن داود ستحدث انقسامات خطيرة في العائلة عندما يأتي ابن داود ستقوم الابنة على أمها والكني على حماتها ويحتقر الابن أباه ويصير أعداء الإنسان هم أهل بيته هذا ما مكتوب بحسب أقوال الربيين اليهود يعني بالإيمان بيسوع المسيح تنقسم العائلات إلى قسمين إما أن تقبله ملكا أو ترفضه في اختيار وهنا يعلم المسيح أنه ينبغي أن يكون الاختيار الأول والأولوي الأولى هو يسوع المسيح من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني من أحب أخا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني فإذن هنا بيتكلم عن انفصال بالروابط العائلة يقدم لهم حمل الصليب ويقدم لهم المجازفة والمغامرة والمخاطرة أيضا هنا بيدعو التلاميذ ليس البحث يعني المسحيين اللي عم بيبحثوا عن الأمان وبيبحثوا عن السلام والراحة والطمئنين أولا لن يجدوا السعادة فإذن كثير من الناس ما زالت تبحث ولكن في البعض لتشويه كلام المسيح ليخدعوا البسطة فواضح من سياق الحديث أن الأعداء هم من أهل بيته فهذا السيف أحبائي هو الذي يفرق العائلة يعني أنا شفت حتى بالخدمة كتير مرات يعني بعطيكم بعض الأمثلة واحد من الجزائر آمن هل تتخيل القساوي أنه أمه وخالته رموه من الدرج من الطابق الثالث عشان يقتلوه لأنه صار مسيحي لأنه اعترف قال لهم أنا صرت مسيحي تخيل معي رموه من الطابق الثالث نشكر رب عاش هل تتخيل واحد شاب عمره 23 سنة يفقد 13 محل مولتي مليونير من أغنى الأغنياء ورفض كل المحلات لأنه خيروه إما أن يرجع للإسلام أو أن لا يحصل على أي ورثة ولا أي شيء ولكن حصل على إخوة وأخوات وعيلة مسيحية وتحمل وتكبت كل المخاصر ولكن اعتبرها من أجل المسيح نفاية كما قال الرسول لا بولوس هل تتخيل زوج يأخذ سكين مطبخ ويقطع زوج وجه زوجته يشوهها لأنها رفضت أن ترجع إلى الإسلام وأيضا فعل نفس الشيء في بنته اللي عمرها 16 سني تخيل معي هذا الإجرام هل تعلم كم من المؤمنين الذين يختبئون ويهربون من مدينة إلى مدينة من قرية إلى قرية كل الجريم اللي ارتكبوها أنهم آمنوا بيسوع المسيح فحتى البيت أهل البيت صاروا الأعداء فهنا السيف أحبائي سيف الروح الذي هو كلمة الله كما يقول في أفس الستة سيف ماضي ذو حدين بيخرج من فم الرب لأن وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها سيف ذو حدين كلمة الرب كلام واضح كلام مقاطع فاصل بيفصل بين الذي يؤمن والذي لا يؤمن أو الذي يرفض في كرة الجدريين أخرج واحد فيه آلاف الشياطين ومع كل هذا طلب أهل المدينة أن يخرج من مدينتهم لم يشن لم يرتكب جرائم لم ينزل نار من السماء عليهم أي يقول بعد ما كل اللي عملته حررت ودفعت عنكم لم يعمل حملة عسكرية ضد البلد أو غزوات ضدهم لكنه ترك باحترام ألم يعلم بعزته على الجبل قيل عين بعين وسن بالسن لكن المسيح قال لا تقوم الشر مكتوب تحب قريبك وتبغض عدوك قال يسوع أحب أعداءكم باركوا لعينيكم مكتوب في نبوة إشعية ظلمة أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تصاق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه نبوة إشعية إصحاح 53 أخد مكالمة أخد مكالمة من الأخت فريال أهلا وسهلا أخت فريال أخي سار سلام نعمة المسيح معاك أخي العزيز والرب يتمجد في خدمتك وأنت حضرتك كفيت ووفيت عن الرب يسوع المسيح رئيس السلام من اللي هو قال بفمه الطار سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا هل من المعقول أنه الرب اللي يعلمنا أحب أعداءكم يحمل سيف أو يعلمنا أم نحمل إحنا سيف المسيحيين مستحيل إحنا أصلا بالأساس مصارعتنا ما مع بشر ولا مع دم و لحم لكن إحنا مصارعتنا مع الرؤساء والسلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدار مع جناد الشر الروحي في السماويات يعني مع الشر مع إبليس مع الشيطان هي هذه مصارعتنا ومثل ما ذكرت أخي سار سيف الروح اللي مذكور هي كلمة الله الكتاب المقدس اللي هي يتحول الإنسان لمن يؤمن بالرب يسوع المسيح ويؤمن بكلامه الكلمة الحية الباقية إلى الأبد يتحول من إرهابي إلى رجل مسالم محب مثل ما حول شاول الطرطوسي كان إرهابي حوله إلى قديس إلى رسول خلي يقرؤون إصحاح رسالة طولس الرسول للأولى إلى أهل كورثوس إصحاح الثالث عشر اللي هو إصحاح المحبة إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن فهو هذا إلنا وإحنا نحب الجميع الله يكفي إلهنا إله محبة إله سلام بدل ابن الوحيد حتى كل من يؤمن بي نال الحياة الأبدية وهذا إلهنا أنا أصلي من كل خلبي يعرفون هذا الإله الحقيقي القدوس وما يعملون عملية إسقاط يأخذون من كتابهم آيات الإرهاب والقتل وصبوها على كتابنا حاشا وقلب حاشا والرب يرحمهم ويفتح أذهانهم وينمس قلوبهم باسم يسوع القدوس رئيس السلام شكرا أخ نزار والرب يحفظك شكرا شكرا أختي فريال ربنا يباركك طبعا المسيح لم يجامل إطلاقا وعلى فكرة لما بتقرأ بشارة يحن بتشوف كان دايما في انقسام بين اليهود بين ما آمن بيسوع أنه المسيح يعني المسيح وبين الذين رفضوه حتى مكتوب مع أنه هذا عدد آيات هكذا فعلها يسوع ولكنهم لم يؤمنوا لكي يتم ما قيل بالكتاب أنهم عمي وأغلظوا قلوبهم في العهد القديم كانت دايما مقارنات بين الإله يهوى في العهد القديم والآلهة الأخرى سواء آلهات المصريين وآلهات الكنعانيين وآلهات الأموريين والعمونيين والبابليين والأشورين وهكذا والفرص إلى آخره في العهد الجديد المسيح لم يجامل أيضا كانوا يقولون أنه قيصر هو إله والنتيجة أنه استشهد من أجل المسيح لأنه رفضوا فقط يسوع هو الإله فالمسيح لم يجامل حتى الصراع استمر بين عبادة الله أو آلهة أخرى أو كل الآلهة الأخرى اللي بيسميها الكتاب المقدس شياطين أو عبادة شياطين إن كانت آلهة الرومان بقيادة جوبتر رئيس الآلهة إن كانت آلهة اليونانيين برئاسة الإله زوس أو زفس رئيس الآلهة أو سواء آلهة المصريين تحت قيادة الإله راع والإله أمون لكن يبقى الإله الحي الوحيد الحقيقي هو يسوع المسيح فهل يترك طبعا المسيح رسالة خوف من الانقسام يجامل الناس على إحساب هذا الانقسام هل يكون لهم سلام فالسؤال هل يكون لهم سلام حقيقة في دفع ثمن وثمن باهظ لكل شخص يؤمن بالرب يسوع ولكن برضو يتكلم عن المكافأة من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي فكم بالحار أن تقبل يسوع المسيح له كل المجد فالمسيح أحباء مكتوب عنه هو رئيس السلام والمسيح أيضا مكتوب عنه هو إله السلام وهو أيضا ملك السلام بل مكتوب عنه هو سلامنا وعندما دخل أرضنا رنمت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ثم أحبائي قال يسوع المسيح طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون رسالة المسيح فجاء وبشركم البعدين والقريبين بالسلام حاذين أرجلهم باستعداد إنجيل السلام فرسالة المسيح كانت رسالة السلام والخلاص والتبرير نحصل على السلام فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح وأخيرا أحبائي أقول لكل من يسمعني وكل من يشاهد لا توجد آية وحدة ولا طرف آية ولا حرف من آية بتعبر أو بتدل أن المسيح دعا للعنف هذا كله زور وكله باطل وكله تشويه للحق والذي يدعي هذه الآية هو شخص فاسد كل الفساد فإذن أحبائي خليني أختم بقول المسيح كما قال للتلميذ سلام أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب سلام العالم مؤقت سلام العالم مزيف سلام العالم مبني على مصالح سلام العالم مبني على مطامع يعني حتى كثير ناس بتآمن لمطامع ومصالح وما أكثر تجار الدين في هذه الأيام لكن سلام المسيح في القلب يغير الحياة والكيان يعطيك الراحة يعطيك الطمأنينة في وسط العواصف أنت سلام في الختام أحبائي لا تزور ولا تحور ولا تشوه بكلمة الله لأنه إن فعلت هذا تزيد الضربات واللعنات عليه أنا أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح برسالة المحر والحبة والسلام والغفران والتسامح أيضا ولكن في ثمن عائلتك يمكن يرفضوك ويمكن يتردوك والبعض يقتلوك ولكن إلك نصيب في الحياة الأبدية وهذه يا صلاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر